يحضل تعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام ودعم ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات العشر الماضية بمنعكس على تطوير شاملا في منظومة التعليم الجامعية بمصر ووجهت الدولة دعما هائلا لإنشاء جامعات أهلية جديدة تعتمد على أحدث نظم التعليم المتبعة في كبرى الجامعات الدولية تطور كبير وغير مسبوق شهده قطع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال السنوات العشر الماضية حيث خضع لعملية تطوير شامل من أجل تخريج جيل متطور وفقا لمتطلبات سوق العمل قادر على المساهمة في التنمية والإنتاج ويولي الرئيس سيسي دعما كبيرا لقطع التعليم الجامعي من خلال التوسع في إنشاء جامعات أهلية جديدة لتكون بمثابة إضافة هامة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر خاصة وأن هذه الجامعات تقدم برامج دراسية بينية حديثة تعتمد على أحدث نظم التعلم والمتبعة في كبرى الجامعات الدولية وتعد الجامعات الأهلية من الجامعات الذكية لا تهدف إلى تحقيق الربح وإنما يعاد ضخ المصرفات الطلابية لإعادة استخدامها في أعمال الصيانة وتحديث وتطوير المعامل والورش وتطوير المنظومة التعليمية والبرامج الدراسية الحديثة تواكب أحدث النظم العالمية وتعمل على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي الجامعات الأهلية قامت بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون والشراكات مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة لتطوير ودعم العملية التعليمية ولترحي برامج دراسية مزدوجة الشهادة حيث يحصل الطالب بمجابها على شهادة من الجامعة الأهلية المصرية وشهادة من الجامعة الأجنبية ونجحت الدولة في إنشاء أربع جامعات أهلية هي جامعة الملك سلمان الدولية والعالمين الدولية والجلالة والمنصورة الجديدة كما تم إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة وهي بنها وحلوان والإسماعيلية الجديدة والإسكندرية وأسيوت والمنصورة وبني سويف والزقزيق وجنوب الوادي والمنوفية والمينيا وشرق بورسعيد وبدأت الدراسة بها خلال العام الدراسية 2022-2023 بخلاف أربع جامعات أهلية تعمل منذ عدة سنوات وهي جامعة النيل الأهلية والجامعة الفرنسية في مصر والجامعة المصرية للتعلم الإلكترونية وجامعة مصر للمعلوماتية ليصبح إجمالي عدد الجامعات الأهلية عشرين جامعة أهلية تقع في مختلف أنحاء الجمهورية وتهتم الجامعات الأهلية بالانضمام إلى التحالفات الإقليمية مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية والإنتاجية لتلبية احتياجات الأقاليم الجغرافية ولدعم جهود تنمية الاقتصاد المحلي ولخدمة المجتمع والبيئة المحيطة